التغيير الديمغرافي في العراق أبرز ما تسعى إيران منذ سنين إلى تكريسه في هذا البلد عن طريق أدرعها التي زرعتها فيه والمتمثلة بميليشيات الحشد لتحقيق أهدافها ومآربها التوسعية فيه ما يجري في سهل نينوى أكبر شاهد حي على هذه العمليات فمساحات واسعة من الأراضي والمناطق السكنية الخاصة بالمسيحيين في السهل المعروف بموطن الأديان والمكونات العرقية المختلفة أصبحت معسكرات ومخازن عتاد ومقرات لضباط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذين ينتشرون في معظم مدن العراق للإشراف على تنفيذ مشروع نظام الملالي في المنطقة ولم تتوقف الميليشيات الإيرانية عند مضايقة المسيحيين بنهب ممتلكاتهم بل تجاوزت ذلك بتنفيذ عمليات تغيير ديمغرافي من خلال نقل عناصر الميليشيات عائلاتهم إلى هذه المناطق بعد الاستيلاء على العقارات فيها نهك عن مصادرة ونهب المنازل ومنع أهلها من العودة كذلك تمارس هذه الميليشيات التي تدين لإيران بالولاء إلى جانب عمليات القتل العشوائي والاعتقالات الابتزاز وفرض الأتوات والاستيلاء على أراضي المسيحيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى المحافظة والاتجار بها أحدث إجراءات النظام الإيراني وميليشياته في مناطق سهلينينوى لتحقيق مآربه افتتاحه مدرسة الخميني شرق مدينة الموصل لتكريس التطارف عبر تصدير نهج الثورة الخمينية الطائفي كخطوة أولى تسبق الاستيلاء على ممتلكات المسيحيين في المنطقة الخطوة التالية والتي يجري التنصيق لها بين الميليشيات والسفير الإيراني ببغداد ستكون افتتاح قنصلية إيرانية تقبع على أطلال ممتلكات المسيحيين في العراق مساعي إيران وميليشياتها قوبلت برفض كبير من قبل المسيحيين الذين رأوا في افتتاح مدرسة الخميني وافتتاح قنصلية إيرانية في مناطقهم مخططات لإنهاء وجودهم في العراق المسيحيون بمناطق سهلينينوى والذين طلبوا على مدى سنين طويلة الحكومات التي تعاقبت على العراق بعد عام 2003 بتوفير الحماية لمناطقهم من المد الإيراني ولم تتحقق مطالبهم يجدون أنفسهم اليوم مضطرين لطلب حماية دولية بعد أن تناقصت أعدادهم بشكل كبير طلب يرى هؤلاء أنه بات السبيل الوحيد لإنقاذ وجودهم في موطنهم العراق بعد أن تقطعت بهم جميع السبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر